بحث رئيس الأركان العامة الروسية فاليري جراسيموف هاتفيا مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد أمس الخميس تسوية الأزمة السورية والأمن الأوروبي وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأنه أجرى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جراسيموف أمس محادثة هاتفية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد وناقش معه الوضع في سوريا وكذلك قضايا الأمن الأوروبي يذكر أن الجانبين ناقشا في الثامن من يونو الجاري في العاصمة الفنلندية هلسنكي الأزمة السورية والوضع الأمني في أوروبا وأجمع عقب الاجتماع على أهمية عودة الوضع إلى الاستقرار في سوريا بأسرع وقت ممكن